على كوكب الأرض تختلف الثقافات، تختلف اللغات، تختلف الانتماءات لكن مفيش اتنين على الكوكب ده ممكن يختلفوا على أنه دياجو أرماندو مارادونا هو أحد أهم أساطير الكرة على مدار تاريخها كله إن لم يكن الأسطورة الأهم وفي اليوم اللي تلقى فيه العالم خبر رحيل دياجو أرماندو مارادونا تشعر كما لو إن الكرة الأرضية توقفت عن الدوران لسوالي الحقيقة كان واحد من المبدعين اللي أحبه لعالم كله بصرف النظر عن لون أميس منتخب الأرجنتين أو حتى على الألوان اللي دافع عنها دياجو أرماندو مارادونا زي طبعا مسيرته الأسطورية مع نابولي الإيطالي وبارسونا وغيرها من الأندية بيشرفني جدا يكون ديفي النهاردة في السادسة هو مارادونا جونيور ناجل الأسطورة الأرجنتينية دياجو أرماندو مارادونا ومدرب فريق نابولي يونيتد أشكرك جدا جدا على قبول الدعوة وعلى ظهورك معنا في السادسة على شرش الأهلي أشكركم على هذه الاستضافة يعني بداية هبدأ معك من لحظة رحيل الأسطورة الأرجنتينية إزاي تبعت الصدمة إزاي تبعت ردود الأفعال يعني حصلت على مستوى العالم بشكل عام وعلى مستوى طبعا إيطاليا ومدينة نابولي تحديدا والأرجنتين بشكل خاص من الطبيعي أن يكون الجميع مصدومون بوفاة والدي الجميع كان في حالة صدمة ليس في مدينة نابولي تحديدا ولكن الجميع استقبل الخبر بصدمة كبيرة لأنه كان اللاعب الأعظم في تاريخ خورة القدم وبالنسبة لنا لم يكن والدنا فقط كان بمستوى صديق والأمر كان صعبا للغاية هل شعرت بعد رحيله أنه اسم مارادونا يعني تم معابلته بالتكريم المناسب لمشواره والعطاء والعدد عشاق ومحبيه في العالم كله سواء في الأرجنتين أو في نابولي أعتقد أن تم التعامل مع اسم مارادونا لأن والدي ترك هذا الإرس الجميل حب الجماهير وتعاطف الأرجنتينيين والمنتمين لنابولي ترك انطباع كبير بداخلي لأنه كان الأفضل في العالم رحيله في حد ذاته أو خبر رحيله في حد ذاته كان صدمة لكل عشاق مارادونا وكل عشاق كرة القدم لكن الكلام والاتهمات اللي أثيرت حول أن الرحيل ده سببه كان بفعل فاعل يهمني عرف منك آخر تطورات الموضوع ده والفين وصلت التحقيقات حسنا هناك قاضي أنا لست القاضي أو لست المحامي الذي بإمكانه أن يدلي برأيه في هذا الأمر أو يعتقد إذا كانت هناك مسؤولون أو متهمون عن وفاة والدي أتمنى بالطبع أن تصل المحكمة الأرجنتينية في النهاية إلى أن تكشف لنا عن ما حدث وأن تحقق العدالة في النهاية بالنسبة لنا وبالنسبة لمرادونا لو كلمتك عن فترة مقابل الرحيل يعني أهم المواقف المتقدرش تنساها واللي جمعتك طبعا بالنجم العالمي الراحل طبعا ديجو أرماندو مارادونا علاقتي كانت جيدة للغاية بوالدي كنا بعيدين لسنوات عديدة ولكننا تقاربنا في النهاية كان لطيفا للغاية معي وكانت علاقاتنا رائعة كانت علاقة صادقة بيننا ولهذا غيابه مؤثر فيه بشكل كبير رغم أنه يعني ما قدرش يمارس دور الأب بشكل كامل معاك لكن بالتأكيد كان أحساسك مختلف أنك تكون ابن الواحد من أهم أساطير الكرة العالمية للي عشاء ولي محبين ومشجعين في كل أنحاء العالم كنت بتشوف الأمر ده إزاي وهل كنت بتسعى أنك أنت تتواصل مع ديجو أرماندو مارادونا في سن مبكر بتحاول أن هو تعرب منه أو يبقى فيه علاقة بينكم أكتر تطور كانت تجمعني علاقة به عندما كنت في سن السابعة عشر كنا نتحدث تحدثنا لعدة مرات سويا ولكن بعد ذلك ولكن بالنسبة لي ليس الأهم الحديث عما حدث قبل قبل ذلك قبل أن نتحدث سويا مع بعض الأهم بالنسبة لي هو أننا كانت تجمعنا علاقة لطيفة للغاية وعلاقة قوية للغاية يمكن أنت الوحيد اللي قادر تكلمنا عن شخصية مارادونا الأب وبتهيالي أن كل أب بيبقى حريص على أنه خلاص التجربته لأبنائه أهم الدروس اللي حاولت أو حاول مارادونا أن نوصلها لمرادونا جونيور أهم المواقف اللي تعلمت منها ومش ممكن تنساها أبداً مع ديجو أرماندو مارادونا انظر لقد نقل لنا الكثير من الأشياء لأنني أكرر مرة أخرى تحدثت معه كثيراً وكنا لقد ترك لي كثير من الأشياء بالطبع الشيء الأكبر الذي تركه لي هو أكثر شيء تعلمت منه هو هو عدم الاستسلام على الإطلاق القتال بشكل مستمر على هدفك القتال على ما تحب والقتال من أجل عملك عليك أن تقاتل حتى النهاية في الفترة الأخيرة لو رحنا لحياته الكروية يعني ومشواره الكروية بداية من الشخصيات دايماً اسم مارادونا كان محطوط في منافسة مع أسماء كبيرة جداً من الشخصيات اللي كانت مقربة منه سواء من الأرجنتين أو من خارج الأرجنتين من اللي كان دائماً السؤال عليه أو على تواصل مستمر معه في مرحلة تعب الأخيرة لقد كان على علاقة بلاعبين كثيرين مرد الفوز بلقب المنديال في 86 وكان على علاقة بلاعبين كثيرين معه في نابلي عندما كان لعبهم في نابلي كان يتحدث مع نابل مع توتي مع رونالدينيو كانوا يلعبون معه في المباريات وكانوا يسألون عنه باستمرار في كل مرحلة بيظهر فيها نجم لابد أنه يتقارن اسم مارادونا باسم النجم المرحلة دي ويمكن من أشهر نجوم العالم والنجوم أيضاً بالمساطفة يعني كل الأرجنتينية هو ليو ميسي يعني أسمع رأيه في المقارنة اللي كان دائماً بتحصل كان بيشوفها إزاي وفكرة إنه مارادونا هو الأفضل في التاريخ أو ليو ميسي هو الأفضل في التاريخ إزاي كان بيبص الموهبة ليو ميسي وزاي كان بيبص المقارنة المطروحة دايماً بين الإسمين لا لا توجد مقارنة لا توجد مقارنة والدي كان الأفضل في العالم والأفضل في التاريخ وسيظل كذلك ميسي ظاهرة ميسي ظاهرة لا أحبه كثيراً وكسعيد للغاية بما يحققه وعندما حقق حقق لقب كوبا أمريكا جعلنا سعداء للغاية وأنا شخصياً كنت سعيد للغاية بما حققه ولكن والدي لا يمكن أن يقارن بأي لعب في العالم لكن هو شخصياً إزاي كان بيبص الموهبة ليو ميسي وموهبة كثير من النجوم الأرجنتينيين اللي جم بعد مرحلة مارادونا بفتكر ريكالمي في فترة أورتيجا في فترة تانية وصولاً لليو ميسي كان دايماً اسم مارادونا بيقارن أو بيوضع في مقارنة مع الأسماء دي هو شخصياً بصرف النظر عن تصريفه وبالتأكيد واحد من أهم أساطير اللعبة لكن إزاي كان بيبص للمقارنة دي لقد كان يحب ميسي كثيراً وكان يحترمه كان يحترمه كلاعب كبير ولاعب كبير في منتخب الأرجنتين كانت العلاقة بينهم لطيفة للغاية كانت تجمعهم علاقة قوية إزاي بتبص الفرص الأرجنتين في تحقيق نسخة كأس العالم اللي جاية؟ أرجنتين تظل دائماً مرشحة لكأس العالم وبشكل أخص في النسخة المقبلة أعتقد أن الأرجنتين ستقدم بطولة كبيرة وأنا سعيد للغاية لأن اسم الأرجنتين عاد ليكون ضمن المرشحين للفوز بهذا اللقب كنت حزيناً للغاية لأن الأرجنتين لم تفز بلقب كأس العالم في مناسبات سابقة ولكني أعتقد أنهم سيبذلون كسار جهدهم للفوز بمناسبة كأس العالم يمكن كان فيه خبر أنه القميص للارتداء ديجو أرماندو مارادونا في كأس العالم 86 النسخة اللي حققتها الأرجنتين واللي قد فيها منتخب الأرجنتين ديجو أرماندو مارادونا التيشرت لابسو في موتش انجلترا بيقالوا أنه تباع في مزاد علني ووصلت قيمته لحوالي 7 مليون جنيه سترليني إزاي تبعت الخبر ده وإيه تعليقك عليه أعتقد أنها أشياء لا يمكن أن تقارنها بأي شيء شخصيا لم أستطع أن أشتري هذا القميص لأن كما قلت المبالغ الطائلة التي دفعت في هذا القميص كانت كبيرة ولكن هذه الأشياء لا تقدر بأي ثمن أنا عارف أنك أنت يعني ولدت في إيطاليا وقضيت حياتك كلها في إيطاليا لكن هل ده معناه أنك ما حصلتش على الجنسية الأرجنتينية وإزاي بتشوف برضو يعني علاقتك بالبلد الأم الأرجنتين أنا نصفي إيطالي ونصفي أرجنتيني أمتلك جواز سفر مزدوج وهويت إيطالية أرجنتينية في نفس الوقت أشعر أنني أرجنتيني ونبولي منتمل لمدينة نبولي تحديدا في نفس الوقت الأرجنتين بالنسبة لي هي وطني وأنا أحبها كثيرا وبمثابة بيتي وأشعر أنني في بيتي أشعر أنني أرجنتيني والأرجنتين ستظل في قلبي بالمناسبة أنت حاليا مدرب لفريق نابولي يونيتد يهمني أكلمك شوية عن مسيرتك في الكرة ومين المدربين اللي أنت بتشوفهم من وجهة نظرك المسألة الأعلى أو المدربين الأفضل على المستوى العالم في الفترة الحالية في الجيل الحالي أنا مدرب نابولي يونيتد أحب كثيرا عملي كان عامي الأول كمدرب شاب في عمر السادسة والعشرين حسنا المدرب الأكثر الذي يعجبني هو جوارديولا ولكن هناك مدربين آخرين يعجبوني أكثر أحب بيلسا وساري أيضا هناك الكثير من الأسماء من المدربين الذين أحبهم وأقتدي بهم ولكني في النهاية أحاول أن أصنع مسيرتي الخاصة دون تقليد أي شخص سؤالي الأخير من وجهة نظرك مين الأقرب لتحقيق لقب الشامبينز ليج الموسم الحالي ليفر بول أم ريال مدريد أعتقد أن ليفر بول هو المرشح للقب لأنه يلعب بشكل جماعي أكثر ولكن ريال مدريد يمتلك التاريخ ليفر بول فريق جماعي أعتقد أنها ستكون مباراة طيبة ولكني أعتقد أن ليفر بول هو المرشح مارادونا جونيور بشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا في السادسة وكل التوفيق لك في مشوارك التدريب ده طبعا مارادونا جونيور ابن الأسطورة دياجو أرماندو مارادونا عايز أخذ حضراتكم